اهلا بكم انا ميراد السكاري ونهاردة هنتكلم عن ايه اللي انت بتقوله طول الوقت بتقوله في بالك او بتقوله بصوت عالي فهنتكلم في النهاردة على زي مثلا حديكم سيل ان ده بيأثر علينا كتير انا كت دايما بقول كلمة او يعني كلمات لولادة صعبة كتير قوي على كل حاجة وبتبقى مش على ولادة حد لا ده بتبقى على ان انا في حاجة بعملها مشروعة برخص العربية بعمل كذا بعمل كذا الولادة صعبة فطبعا كان قانون الكون بيشتغل ما شاء الله هو بيشتغل في كل الحالات وكان بيخلي الامور تمشي صعوبة وخدت بالي ان دي كانت كلمة بقولها كتير الحمدلله تخلصت مقصة دي بس انا اللي بتكلم النهاردة ايه ان احنا ناخد بالنا قوي ايه اللي احنا بنقوله مش معناه ان انا بفهم قانون الكون وبفهم في حاجات كتير ان انا كل حاجة بمية المية معايا اكيد او وقت باخد بالي ان انا ادع وانا بقول ايه برضو خلي بالك انت بتقولي هاي ميراد ليه ما الكلمات عبل ما طلعت معناها كان قابلها فكر ولو في فكر يبقى فيه كمان معتقد ففي مشكلة كبيرة جو انا معتقد ان الولادة صعبة ان الحاجة صعبة فلازم تبقى صعبة فدي كان حاجة عندي فانت كل واحد الوقت يبتدي رائب بيقول ايه رائب انت بتقولوا ايه وابتدوا خلي بالكم من كلامكم واعكسوه بقى فبقيت اقول لا لا ان شاء الله سهل ان شاء الله سهل وسبحان الله الحاجة كانت بتتسهل لا ان شاء الله الحاجة دي هتبقى سهلة او خصوصا لما كنت اهل السح ابتدي اقول الولادة لا لا هي سهلة هي سهلة هي سهلة اكتر صحتنا حلوة ايه افضل ام تابعوني على اليوتيوب اكتبوا لي كومنس بتاعتكم احبا تشاركوني بقراءكم تجربتكم انتو بتقولوا ايه انتو كلماتكم ايه خدوا بالكم بتقولوا ايه ونساعد بعض كلنا وطبعا شار وسبسكرايب عشان دايما نجيلكوا الفيديوهات انا بنازل فيديوهات تقريبا يوميا وتبوا دايما معاكم الحاجة صفحتي ميرات السكاري عربي انجليزي قصاد بعض هتضمن لكم انتم دايما معي واحلن بيكو